هذه كلمة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز مارك زوكربيرغ قبل عام تقريباً والتي استهجنها الملايين والآن وعقب إطلاقه منتجات جديدة في عالم الواقع الافتراضي لا يمكن لأحد أن يتهم مؤسس ميتا بأنه يفتقر إلى الطموح حيث طرح زوكربيرغ نظارات ذكية يمكنها الإجابة عن الأسئلة على فيسبوك بالإضافة إلى برامج لإنشاء الصور وكذلك سماعة رأس متطورة للواقع الافتراضي ووصف زوكربيرغ المنتجات بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي وعلى غرار الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك قدم زوكربيرغ من فناء مركزي بحرم شركته ميتا في ودي السيليكون جيلاً جديداً من نظارات ريبان الذكية وباستطاعة هذه النظارة البث المباشر لما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام وهو إنجاز مقارنة بقدرات الجيل السابق كما قدم الرئيس التنفيذي لميتا إضافة إلى سماعة الواقع الافتراضي ميتا كويست الشهيرة برنامج الدردشة ميتا اي آي تشات بوت الذي يمكنه إنشاء ردود نصية وصور واقعية وشدد على أن من ضمن ما قدمته ميتا هو ذكاء للصناعي منخفض التكلفة أو المجاني الذي يمكن دمجه في حياتنا اليومية موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة